قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن المتقين في جنات وعيون الذي يؤمن بالله ويصدق كتابه ويعلم علم اليقين أنه منزل من عند الله يصدق ما أخبر به القرآن إن المتقين في جنات وعيون المتقون الذين يتقون ربهم ما معنى التقوى من وقى يقي أي قي نفسك من عذاب الله كيف تقي نفسك من عذاب الله فتكون من المتقين تقي نفسك بعذاب الله بأن تتقي الشرك يعني تبتعد عن الشرك وأن تتقي المعاصي تجتنب معصية الله تبارك وتعالى فتعمل العمل الصالح تكون من المتقين إن المتقين في جنات وعيون في بساتين متعددة ليست جنة واحدة كل واحد من أهل الدنيا من أهل الجنة يملك بقدر الدنيا وأضعافها كما ورد في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في سورة النبأ إن للمتقين مفازة حدائقة ليس حديقة واحدة حدائقة وأعنابة وكأسا دهاقة كأسا مملوئة ثم يقول سبحانه وتعالى بعد أن قال إن المتقين في جنات وعيون يقول سبحانه أدخلوها بسلام آمنين أي تقول لهم الملائكة أدخلوا هذه الجنات عندما تستقبلهم الملائكة أدخلوا هذه الجنات مصحوبين بسلام آمنين بسلام بسلم آمنين من الموت ومن كل عذاب لأن الجنات ليست دار عمل الآخرة إنما هي دار سعادة ولزة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرنا متقابلين أيها الإخوة الأشياء النفسية والأحقاد النفسية والمشاكل النفسية هي مزعجة للإنسان أكثر بكثير من آلام الجسم عندما يضرب الإنسان بعصر أو بيد يتألم بعد عشر دقائق ونص ساعة يذهب الألم ولكن أحيانا عندما يكون في قلبه غل وحقد وحسد وكذا هذا الغل والحقد يجعله أياما وأياما يفكر بتفكير سخيف وبتفكير مقيف وبحب للعدوان وبحب للسيطرة والحسد وغير ذلك فهذه الآلام النفسية تحدث في الدنيا لأن الناس كل واحد منهم يريد أجود مما عند الغير أو يريد أن يأخذ ما في يد الغير أما في الآخرة كل واحد منهم أعطاه ربه في الجنة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فلذلك لا يوجد بين الناس غل لا يتخاصمون على شبر من الأرض كما يحصل الآن لا يتخاصمون على وظيفة ما في هناك وظائف حتى يكون لك مرتبة ولا في تعب إنما أنت في مرتبة لك يعطاك الله من مشيئته في الجنة قال تعالى لهم فيها ما يشاءون فإذا شاء أحدهم لحم طير مما يشتهون يكون لحم الطير أمامه إذا شاء الفواكه يكون فواكه كثيرة فربنا تبارك وتعالى يقول نزعنا ما في صدورهم من غل أي من حقد وحسد أخوانا أخوة حقيقية أخوة مبنية على المحبة والسعادة وعلى سرر متقابلين مسرورين يقابل بعضهم بعضا يتلززون في الأحاديث والتمتع بأحاديث بعضهم ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بخارجين النصب التعب لا يمس أهل الجنة تعب لأن الدنيا دار تعب إذا لم تتعب وتعمل ماديا أو معنويا بجسدك أو بعقلك لتصل إلى رزقك أو ما يقابل التبادل في الرزق لا تستطيع أن تعيش أما في الآخرة ليست الآخرة دار كدح إنما الآخرة دار جزاء ففي الآخرة لا يوجد فيها تعب في الجنة لا يمسهم فيها أي في الجنة نصب أي تعب وما هم منها بخارجين لو كان في خروج كان يعني واحد ذهب إلى صديقه إلى مستانه فجلس في مستانه أهلا وسهلا إلى آخره جلس ساعتين ثلاثة تمتع ولكن هذه المتعة رزيزة يود أن لا يخرج ولكن في الآخر أخي ابن النام أوذاك يقول السلام عليكم إذا ما خرج برضاته أقول له يا أخي أننا نروح على بيتنا إلى آخره فيكون منغص لأن هذه المتعة ليست دائمة إنما هي موقعة ولكن عندما تكون جنة الخلب خالدين فيها كأنهم يملكونها ملكهم الله إياها لا أحد يخرجهم منها فتكون السعادة دائمة لذلك قال تعالى بعدها في الآية التالية نبئ النبأ الخبر نبئ عبادي أخبر عبادي من هو عباد الله الذين أطاعوا الله وتحرروا عن العبودية لغيره قد يكون إنسان عبدا لإنسان لأنه يريد أن نحصل منه مصلحة أو مال أو تصلبط على الآخرين أو وظيفة أو سيارات أو طيارات أو الآخرين فيكون عبدا له ينفذ إرادته والآخر أيضا يستعمله فيما يعبد الناس له فالعباد عباد الله الذين يطيعون الله ويتحررون من العبودية لسواه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أخبرهم يا محمد ويا من تدعو بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنني أي أن الله يقول عن نفسي الغفور الرحيم الغفور جميع كثير الغفران كثير السدر على الزنوب الرحيم الذي يرحم عباده ما خلقهم ليعذبهم إنما خلقهم ليكرمهم على أن يتوجهوا إليه ويتحرروا من العبودية لغيره فيرتاحوا نفسيا ويكونوا في سعادة دائمة فالله دائم الرحمة رحمته سبقت غضبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الخلق وبها ترفع الدابة حافرها عن وليلها حتى لا تؤذيه وأبقى الله لنفسه تسعة وتسعين رحمة هي للمؤمنين ولا يوجد للكفار أي رحمة فأحذر أيها الإنسان أن تكون من الجاحدين الكافرين الذين يطيعون المخلوق ويتركون طاعة الخالق تبارك وتعالى ولذلك جاء في آخر الآية في ختامها أو الآية التالية وأن عذابي هو العذاب الأليم رحمته كما جاء في آية الأخرى وسعت كل شيء ولكن العذاب هو العذاب الأليم على من العذاب الأليم على من أصر على معصية الله وعلى من عبد نفسه لغير الله تبارك وتعالى وأعلمهم أن عذابي هو العذاب المؤلم الموجع لغير المؤمنين المطيعين لربهم سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر